لبنان أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حوار خاص مع التلفزيون العربي أن الحكومة الحالية ستواصل أداء مهمها طيلة مدة شغور منصب رئيس الجمهورية الموضوع اليوم التوصي الذي أخذ مجلس النواب هي تأكيد على المواد الدستورية بتأكد أنه الاستمرار في ضرورة تصريف الأعمال طيلة غياب فخامة رئيس الجمهورية فالحل الأكيد هو انتخاب رئيس الجمهورية ونحن ما نقوم به اليوم هو إدارة أمور إدارة الكطاع العام بعناية فائقة وباهتمام وسنتابع هذا الموضوع كما أكد ميقاتي أن مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس النواب حال إقرار الإصلاحات المطلوبة عندما يتم إقرار القوانين كاملة من مجلس النواب سيكون عندما تقرر القوانين المطلوبة الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي عندما يتم انتهاء منها في مجلس النواب حتما سيُعرض علينا المشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي حينها نأخذ القرار المناسب هذا أوصى مجلس النواب اللبناني بمضي حكومة تصريف الأعمال في مهامها وفق الأصول الدستورية في إشارة إلى نص دستوري يشير إلى تولي الحكومة صلاحيات الرئاسة بالوكالة في حالة الفراغ على أن لا تجتمع إلا في الحالة الاستثنائية والضيقة التأم مجلس النواب لا لانتخاب رئيس جديد بل لمناقشة إدارة البلاد في ظل فراغ رئاسي إثر رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون التي وجهها قبل انتهاء ولايته جلسة تخللتها نقاشات وجدل بين الكتل ورئيس الحكومة خلصت إلى التوصية بمضي حكومة تصريف الأعمال بمهامها وفق الأصول الدستورية على أن لا تجتمع إلا في الحالات الاستثنائية ما عده كل طرف انتصارا له إذا صار فيه أمر طارق بالبلد وأنتوا بتعرفوا قدية ممكن يصير فيه أوامر طارق بالبلد بوضعنا ساعتها تجتمع الحكومة إذا كل المكونات وفقت الجلسة التي وصفها أكثر من نائب بأنها لزوم ما لا يلزم تخلى لها تأكيد من بعض النواب بضرورة استمرار الحكومة بمهامها طبعا ما في شي بيدير البلد هاليان بلد فلتان صلوا ست سنين ويزيد فلتانا بس هلا يعني حان الوقت لكي نتجاوز هذه الحكومة بامتظار ذلك لا هي فيها تستمر شهدت الجلسة أيضا انسحاب عدد من الكتل المطالبة بنعقاد المجلس لانتخاب رئيس وهو ما استجيب له لاحقا بالدعوة لجلسة يوم الخميس هذه الجلسة ما عندها أرضية دستورية لأنه دستور واضح ويقول أنه نحن ما مفروض نعمل أي شيء إلا ننتخي برئيس جمهورية وبانتظار الجلسة المقبلة تتجه الانظار إلى محاولات لفتح نقاش بين الكتل حول الاستحقاق الرئاسي بعد سقوط دعوة بر للحوار بسبب معارضة بعض الكتل لعل هذه الجلسة بحسب متابعين لم ينتج عنها سوى التأكيد بأن أمد الفراغ سيطول وأن الظروف السياسية لم تنضج بعد لانتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل الكبيرة ليصح فيها قول أحد النواب بأن جلسة انتخاب الفراغ حمد شبارو العربي بيروت ولان ينضم لنا من بيروت مرسلنا علي رباح أهلا بك علي بعد توصية البرلمان بمواصلة حكومة تصريف الأعمال لمهامها وفق الأصول الدستورية كيف جاءت ردود الأفعال خاصة في داخل التيار الوطني الحر الذي كان يرفض تولي هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال لمهام الرئيس وهل اعتبر ذلك انتصارا لأي من الطرفين نعم يحيى مساء الخير بداية من الواضح أن الأمور ذاهبة باتجاه المزيد من التصعيد خاصة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجي بيقاتي والطيار الوطني الحر وهذا ما دفع ربما رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم إلى الطلب بأن تكون جلسة مجلس النواب اليوم بعيدة عن الإعلام وهذا بشكل استثنائي طبعا لا يريد رئيس مجلس النواب بحسب معلومات للعربي بأن ينتقل هذا السجال إلى خارج البرلمان وهو بالفعل كان السجال حاد بين الطرفين كان رد رئيس حكومة تصريف الأعمال كان له اليوم كلمة في البرلمان فند فيها بيئة توقيت بطبيعة الحال سعوده أو ذهابه إلى القصر الجمهوري طيلة الشهور الماضية بطبيعة الحال وقال بأن جبران باسيل اتهمه بالمباشر أنه عطل تشكيل الحكومة بدوره كان هناك رد من الرئيس أو رئيس طيار الوطني الحر جبران باسيل على ميقاتي فحاول رئيس البرلمان نبيه بري بأن انصح التعبير بأن يهدئ الأمور في الجلسة ولكن أيضا خارج الجلسة كان هناك تصريحات لرئيس طيار الوطني الحر جبران باسيل أكد فيها بأن ميقاتي يمكنه اليوم أن يدير شؤون البلاد ولكن في حال أراد أن يدعو إلى جلسة للبرلمان أو جلسة للحكومة إلى مجلس الوزراء فهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى موافقة كافة الكتل النيابية وهنا طبعا تكمن العقبة بطبيعة الحال كان هناك تصريحات لرئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي للعربي أكد فيها بأنه لن يستفز أي طرف من الأطراف وبأنه بحسب الدستور سوف يمارس مهامه وهذه المهام بطبيعة الحال هي تولي مجلس الوزراء اليوم الصلاحيات رئيس الجمهورية ولكن مع عدم الدعوة إلى أي جلسة لمجلس الوزراء إلا للضرورات القصوى بطبيعة الحال كما قلنا في بداية هذه الرسالة بأن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد وهذا ما دعا أيضا رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي للتأكيد بأن الأمور تصوى في حال تم أو تهدأ في حال تم انتخاب رئيس للجمهورية لذلك دعا رئيس مجلس النواب اليوم إلى جلسة انتخاب يوم الخميس المقبل علما أنه كان أشار في تصريحات سابقة بأنه لن يدعو إلى هذه الجلسة من دون توافق كافة الأطراف اللبنانيين وبتالي نعم يعني حيثيات الجلسة المقبلة بأغلب الضم نعم نعم علي أنا أدرا على المقاطع الميقاتي في حديثه للتلفزيون العربي هذا المساء قال إن مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعرض على مجلس النواب حال إقرار الإصلاحات المطلوبة وكيف تبدو مواقف الكتل البرلمانية من هذه الإصلاحات يعني بداية هناك أكثر من قانون إصلاحي لم يقر حتى هذه اللحظة في البرلمان اللبناني وهنا معضلة أخرى خاصة أن هذه القوانين تحتاج اليوم إلى توقيع رئيس الجمهورية فهل سيسمح طيار الوطني الحر بعد إقرار هذه القوانين بأن يوقع مجلس الوزراء مجتمعا على هذه القوانين أم أنه سوف يقف عقبا وبالتالي سيكون هناك جدل كبير في البلاد خاصة أن صندوق النقد الدولي كان أعاد بعض مشاريع القوانين وكان بحسب طبعا مصادر نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي كان أكد أو عفوا عذرا رئيس الوفد اللبناني إلى صندوق النقد الدولي كان أكد بأن هناك بعض العراقيل وبأن بأن صندوق النقد الدولي لم يوافق على كافة القوانين عموما هذا موضوع جدلي طويل في لبنان خاصة أن الأمور ليست سريعة بإتجاه توقيع أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي والأمور ربما تطول لأسابيع أو ربما لشهور أشكرك جزيلا مراسلنا علي رباح كنت معنا من بيروت